اشتركوا في القناة رفقة وزير النقل كمال بالجود بميناء صيد البحري بالعاصمة أشرف على تجشين ثالث أكبر سفينة لصيد في أعالي البحار مصنعة محليا بسواعد جزائرية السفينة التي أطلق عليها اسم وفيد زندين صنعت على مستوى ورشة للبناء وتصلح السفن بميناء زمري بولاية بومرداس حيث فاقت نسبة والإدماج خمسا وستين من المئة مكسب جديد إذن يتعزز به القطاع لتطوير الإنتاج وزيادة المردودية وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وبالمناسبة تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين لتوفير المنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المباركة تدخل هذه العملية في تسيد استراتيجية القطاع والمتمثلة في تحيين أسطول صيد بحري مهيئ للصيد في أعلى البحار لأنها سفن كبيرة بطول 35 متر تم بنائها بميناء الصيد البحري بولاية بومرداس بزموري تعتبر هذه ثالث أكبر سفينة في تاريخ قطاع الصيد البحري التي تم بنائها هنا في الجزائر أكبر سفينة كما تدخل هذه في التهيئة أكثر للسماح للمهنيين في اكتساح الصيد في أعلى البحار خاصة وأن الحمد لله هذه السنة تمكننا من رفع حصة الجزائر للطون الحمراء من 1655 طن إلى 2023 طن أصدقنا التعليمات لمختلف مسؤولي مواينين على وضع كل التسهيلات لهذه الفئة كل التسهيلات وبالنسبة لبناء السفن طبعا هذه بداية في الجزائر والسيد رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى وكبرى جدا لهذا الفرح ببناء السفن الحمد لله فيه سفن بدأت تنجز هنا في الجزائر أكد وزير وطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم أن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول عبر الاعتماد على مزيج طاقوي يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الطبعة السابعة والعشرين ليوم الطاقة المنظم من قبالي المدرسة الوطنية متعددة التقنيات تحت شعار تغير المناخ رصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبرلمانيين وأساتبا جامعيين وبالمناسبة كشف عرقاب عن انطلاق عملية تجربية لمدة ثمانية أشهر لتخزين الطاقة الشمسية بمحطتين جديدتين بساعة ثلاثة وأربعة ميجاوات تستغلها سونالغاز على مستوى ولاية جانت بهدف تزويد هذه المناطق بالطاقة الكهربائية بهدف ترقية حجم الصادرات الوطنية نحو السوق الإفريقية وتعزيز الحركية التجارية بين الجزائر وبلدان غرب القارة أفاق اقتصادية واعدة يجسدها مشروع الطريقي الرابطي بين ولاية تندوف ومدينة الزويرات الموريطانية من خلال إنشاء قاعدة لوجستية ومنطقة للتبدل التجاري الحر ضمن حزمة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عمر توكين على امتداد 773 كم يربط الطريق تندوف بالزويرات الموريطانية مشروع اقتصادي واعد من شأن يدفع بالحركية الاقتصادية بين البلدين إنشاز هذا الطريق يعول عليه رفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو أسواق دول غرب إفريقيا الأمر الذي ثمنه التجار والمتعاملين الاقتصاديين وهذه الطريقة الحقيقة كانت نفس نستنواها باش نعود نتنفسه بهذا الاكسوجين يدخلنا للأسواق الفريقية تعود الجزائرية تدخل الأسواق الفريقية نية وإرادة سياسية يعني فعلية بتعبيد هذه الطريق وهذا هو اللي نستحقه احنا التجار الجزائرين في الأساس حاجة مليحة ومدى بينها يعني حاليين رأي طابي ومنها نفتح السوق تكرا وهنا روي اكتظاث في السوق المحلي سببنا نفتح السوق تفتح لنا أفق كبيرة من المتعاملين كامل نساعد بزاف على النقل تانا نقل تالسلعها نحلو أسواق جديدة خاصة سوق الإفريقي سوق يعني يراه سوق جديد سوق طامليح في المتعامل بكرا كي راح يخدموننا إن شاء الله الطريق التاع الموريطاني يا تين دوف برب إن شاء الله اللي نحن مليحة تزيد تساعدنا تساعدنا بزاف بقى إن شاء الله نزيدهم لنا كونوا في إفريقيا إن شاء الله يا ربي احنا كم متعاملين اقتصاديين لننسمنوا الفكرة هذه على الطريق هذه اللي ديرينها من تين دوف الموريطاني مباشرة احنا ماذا بينا يديرون طريق هذه عبدوها تقصرين شوية تكاليف وتكون وجهة لجميع المتعاملين اقتصاديين ولا التجار ولا الشركات بشي قدموا من تجتعنا لداخل السوق هذه عن طريق موريطانيا وربما حتى في دول أخرى إن شاء الله وتحفيزا للمتعاملين اقتصاديين تم إنشاء قاعدة اللوجستية ومنطقة الاتباد للتجاري الحر إنشاء قاعدة لوجستية بتندوف تسمحه بتوفير كل شروط نقل بضائع لعمليات التصدير واستيراد مختلف منتجات منتجات عبر المركز الحدودي بالولاية وكذلك إنشاء منطقة تبادل التجاري الحر بمساحة عشر هكتارات قابلة للتوسع هي جهود متعددة تقدمها الدولة لتشجيع ترقية صادرات وغزو المنتوج الجزائري للأسواق الإفريقية في ملفية الاستثمار الفلاحي ساهمت الزراعة المدمجة في إنعاش النشاط الفلاحي بولاية عين الدفلة بعد توسع مساحة المستثمارات المختصة في استزراع الأسماك وتربية المائيات بفضل برنامج التكوين الذي سطرته الدولة لفائدة الفلاحين محمد بلك هلا فلاح بولاية عين الدفلة مزج خدمة الأرض بتربية المائيات عبر تقنيات بسيطة وسط حوض مائي داخل بيت بلاستيكي كان عندي باسين اليوم الحمد لله رم عندي ست أحواض ونطلب من كل الفلاحين الراغبين في العمل كما حكا أنهما هو عمل صعيب وما يطلبش جهد كبير وما يطلبش مصارف مالية أنك الكمية الماء عندك الحوض عندك الأسماك تشريه رم الحمد لله يمكن أن ينصغر الأسماك موجودين والأكل للماكلة التغذية حمراء موجودة يعني كل شيء موفر لدينا زوج اختصاصات ترانا نعملوا عليهم لدينا تربية المائيات وكذلك الصيد القري التي تعمل على مساوى السدود هنا في ولاية عين الدفلة تمتاز عندها ست سدود لدينا نستغله خمس سدود عن طريق صيادين يقوموا باستغلال هذه السدود في سنة 2022 ولاية الدفلة قامت بإنتاج أكثر من 290 طن إلا من الصيد القاري أما بالنسبة لتربية المائيات كان الإنتاج حوالي 8 طن شعبة تربية المائيات خصصت لها السلطات المحلية برنامجا تكوينيا لتمكين الفلاحين والمربين من ممارسة هذا النشاط طابعا المميز جدا للولايات هو طابعا الفلاحي يجعل من التكوين في هذا الميدان التكوينات على المدى المتوسط القصير والطويل يضمن أولا يدعم إلى ذات كفاءة ذات دراية وذات معرفة يضمن كذلك تكوينات قصيرة المدى بالنسبة لبعض المتكونين لعندها مهارات تحتاج إلى سقل وتحتاج إلى دراية أكبر ولاية عين الدفلة تسعى إلى تحقيق الريادة والاكتفاء في مجال تربية المائيات ودعم الاقتصاد الوطني في النشاط البرلماني استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني يشغله في جلسة عامة برئاسة إبراهيم بغالي رئيس المجلس توصلت خلالها مناقشة مشروعي القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمع زوار ووزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفع استكمالاً للبرامج التكوينية المسطرة من قبل وزارة الداخلية بالاشتراك مع بعض القطاعات الوزارية لفائدة المنتخبين المحليين نظمت بولاية ورغلا دورة تكوينية حول أدوات التخطيط العمراني محمد سنوسي عياضة تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة تأتي من خلال الاهتمام بالعنصر البشري ممثلاً في المجالس البلدية المنتخبة وذلك بتطبيق أهداف تحقيق خدمة حقيقية للمواطن لأجل ذلك تبرز أهمية مرافقة رؤساء المجالس البلدية لأداء مهامهم وتعزيز قدراتهم المعرفية لتسيير البرامج التي سطرتها الدولة نتعرف على الكثير من القوانين والكثير من أدوات التعمير التي من خلالها نستطيع أن نعمل تحت طائلة القانون حتى نحافظ على الممتلكات للبلدية ونحافظ على حقوق المواطن على حد السواء كمنتخبين نعاني من بعض المشاكل التي تخص التعمير مشاكل رخص البناء مشاكل قرارات التهديم تخطيط العمراني كل هذا إن شاء الله سنستفيد منه التي هي يثري الناخب المنتخب لكي لا يتواجه هذه الصعوبات دورة تدريبية لرؤساء بلديات ولايتي ويرقلا وتوكورت لمدة ستة أيام حول أدوات التخطيط العمراني في عقود التعمير والشباك الموحد وأدوات التسوية يؤطرها مختصون في المجال ودورة اليوم هي تحوث على أدوات التعمير ونعرف أنها الشباك الواحد أنواع الشباك الواحد هذه الدورة التكوينية هي دورة تكوينية قيمة وخاصة عندها في بداية العهدة وهي الدورة التي تدرس كل قوانين تعمير والتهية العمرانية رؤساء المجالس الشعبية البلدية لديهم خبرة ولديهم معارف هنا سنزيد نكمل المعارف لأن الرؤساء المجالس لم يأتي من العدم كانت تعدوا خبرة عنده تكوين لكن هنا في سقل المعلومة إذن هي فرصة سانحة لمناقشة العديد من الملفات الملحة في ضوء الحركية التي يشهدها قطاع التعمير على الخصوص وجانب تطوير الزاد المعرفي وتسيير لرئيس البلدية والتي تصب أساسا في صلب صلاحيات المنتخبين المحليين في أحوالي تقس تشهد اليوم عدة ولايات بشرق البلاد تسقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد حسب نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوية أمس التي صنفت في مستوى يقضى برتقالي وتخص ولايات بجايا جيجل ستيف ميلا قسنطينا سكيكدا عن نابا الطارف غلمة وسقهراس ويتوقع أن تكون كمية الأمطار المتساقطة ما بين عشرين إلى أربعين مليمترا وقد تصل أو تتجاوز خمسين مليمترا محليا ومن المنتظر أن تستمر صلاحية هذه النشرية إلى غاية السادسة من مساء اليوم انطلقت اليوم بالعاصمة شغل لقاء الجمعيات العربية لمكافحة داء سرطان الثدي بمشاركة أطباء ومختصين في المجال من 13 بلدا إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر وممثلة الاتحاد العالمي لمكافحة الداء وذلك بحضور عدد من ممثلية السلك الدبلوماسي بالجزائر ويناقش هو المشاركون خلال اللقاء سبل تعزيز وتكثيف الجهود العربية المشتركة لمكافحة داء سرطان الثدي بمقر ولاية الجزائر العاصمة أشرف اليوم رئيس المرسد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم رفقة والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور ربحي على انطلاق أشغال منتدى المجتمعي المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية بمشاركة فعالية المجتمع المدني المنتدى شكل فرصة للاستماع الانشغالات وأراء ممثلية المجتمع المدني بالعاصمة وبالمناسبة كداب بن براهم أن تفعيل آلية الحوار مع المجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية هدفه إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل وانشغالة المواطنة نريد خلال الثلاث أشهر القادمة أننا نغطي 58 ولاية من خلال مثل هذه اللقاءات وأكثر من هذا ذهب إلى هيكلة المرسد وهيكلة الآلية التي طلبها سيد الرئيس الجمهورية قال شوفوا الصغة الصغة وجدناها ورح نقدمها لكم الآن وهي منها منتدى أنفوروم المنتدى ما فيش قال والله المرسد رأيت حكم في الجمعيات ولا الإدارة رأيت حكم في الجمعيات لأن الجمعيات أساس تأسيسها العالمي والوطني والدستوري أنها تبنى على الحرية الفردية والجماعية والمدات 53 في الدستور واضحة والآن يرفع على مسامعنا آذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة الجزائر ومجورها من مدنها تقبل الله صلاة الجميع في تتمة نشرتنا وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت مصالح فرقة قمع الإجرام تبعت للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في الحيازة وتخزين ونقل وتهريب المؤثرة العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة أصفرت العملية عن توقيف تسعة أشخاص تتراها عمارهم ما بين 25 و 45 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا وآخرين وشخصين محل بحث تتبقى لأمرين بالقبض في قضايا مماتلة كما تأتى عن هذه العملية الإجرامية حز كمية من المؤثرة العقلية قدرت بـ 12 890 قرص مهلويس من مختلف الأنواع مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 246 مليون سنتيم حز كمية كذلك من المجوهرات النفسة من المعدن الأصفر بالإضافة إلى 11 دراجة نارية فارخرة مختلفة ومركبتين فاهرتين كانت تستخدمها أفراد هذه الشبكة في نقل وترويج هذه السموم بالإضافة إلى قارب نزهة بقوة 80 محرك قوته 80 حصان دعت الجزائر أمسي المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة إلى احترام وتنفيذ التزامته وتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي عبر ضمان حقوقه غير القابلة للتصرف أو التفاوض أو التقادم في تقرير مصيرها وجدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بجناف والمنظمات الدولية بسويسرا السفير لزهر سوالم في كلمة له أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجناف جدد تأكيد الجزائر على أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية فيما يخص الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب ولتعتبرت في مجملها أن النزاع هو قضية تصفية استعمار لا يمكن أن يجد طريقه للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير كما طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجناف مكتب المفوضية السامية إلى إعادة تفعيل البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية في فلسطين المحتلة أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أنه لا يمكن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة في العالم في ظل ازدواجية المعايير وتسييس الإجراءات العقابية مبرزاً أن الكيان الصهيوني هو المنتهك الأول لمثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية سارة درارجا غضب دولي واسع بعد التصريحات الأخيرة للكيان الصهيوني المتطرف لمحو بلدة حوار الفلسطينية جنوب نابلس والقيادة الفلسطينية ترحب بردود الفعل الدولي المطالبة بالمحاكمة العاجلة بتهمة التحريز على ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في سويسرا السفير إبراهيم خريشي في أشغال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أن الكيان الصهيوني هو المنتهك الأول لمثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما انتقد مفوذ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكير تارك في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان انتقد تصريحات الكيان الصهيوني التي دعا فيها لمحو قرية حوار الفلسطينية ووصفها بأنها تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعيتها هذا وطلب مبعوث الاتحاد الأوروبي للظفة الغربية وقطاع غزة بمحاسبة المستوطنين الصهاينة في الهجوم على قرية حوارة في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي أودى بحياة فلسطيني وحرق نحو عشرين منزلا بشكل كامل في القرية في ختام النشرة نأخذكم في زيارة سياحية إلى قلعة بن حمد ببلدية المعضيد بألمسيلة المعلم الحضري والأثري الذي صنفته منظمة اليونسكو ترافا عالميا قلعة تختصر تاريخ الدولة الحمدية وترويه لنا أثارها الصامدة منذ أكثر من ألف عام محمد ياسي النقاشة في العام 2007 للميلاد وعن طريق حمد بن بولكين بن زيري تأسست ثاني دولة حكمة المغرب الأوسط بعد إسلامها وهي الدولة الحمدية قلعة بن حمد هو موقع أثري كان العاصمة الأولى أو كان أول عاصمة لأول دولة حكمة المغرب الأوسط بعد دولة الرسطومية بيتي هارت إذ أن المؤسس دولة حمد بن بولكين أسس هذه الدولة سنة ألف وسبعة ميلادية الموافق لسنة 398 هجرية ولأن حمد بن بولكين أراد تأسيس دولة عصرية وقوية حينها فقد أبدأ تماما كبيرا بتعميرها قلعة بن حمد يحوي ثلاث أصناف من العمارة العمارة المدنية والعمارة العسكرية والعمارة الدينية العمارة العسكرية متمثلة في حسن وبرج المنار العمارة المدنية متمثلة في سلسلة القصور التي كانت هنا نذكر على سبيل المثال قصر المنار وقصر البحر إضافة إلى قصر السلام وقصر الكوكب والعمارة الدينية متمثلة في المسجد الجمع مع مئذنته ولقيمتها الحضارية والتاريخية فقد نالت قلعة بن حمد شرف التصنيف من قبل منظمة اليونيسكو سنة 1908 في هذا الإطار سطرت عدة عمليات لحماية هذا الموقع من بينها العملية الأولى والتي تم من خلالها تسييج الموقع من طرف الدوان الوطني لتسيير واستقلال الممتلكات الثقافية بالإضافة العملية والمهمة لهذا الموقع وهي عملية دراسة مخطط الحماية وإعادة الاعتبار ولكن بالرغم من كل هذا الزخم التاريخي هدوء كبير يخيم على الموقع بسبب غياب الزوار وسيح قلعة بن حمد التي كانت في السابق كانت ذات طابع تاريخي ذات طابع حضاري كانت تقام بها المهرجانات كانت بها فندق يأتيوها الأجنى من كل دول العالم كانت ذات طابع سياحي بامتياز إلى أنه مؤخرا همشت بعد العشرية السوداء السلطات المحلية تعاول للترويج لهذا المعلم الحضاري بصفته منطقة توسع سياحي هناك إجراءات عملية منذ وخاصة بعد الاجتماع الأخير مع السيد مع الولادة مع الحكومة وتعليمات السيد الرئيس الجمهورية رايحين ركزوا على التسويق السياحي بشكل أكبر لاستقطاب السياح الأجنب والمحليين قلعة بن حمد هي أحد المعالم التاريخية الشاهدة على عرقة الجزائر كبلد وكأمة أسعد بخدمتكم في نشرة الخامسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة